انه وراء الحلقة هلأ بصي نحن حكينا مبيرح على الخريطة الفلكية ان الفترة الفترة الجاية فيه كسوف كسوف وان اكتر حاجة ان فيه خوف من المياه من المي يعني فيه حاجات حتحصل كتير فيضانات وحاجات كتير انا عايزة انبه كل الناس الفترة دي اللي عايز يشرب مي يصفيها او يغلي المي قبل ما يشربها لانه احتمال الله عالم ان المي شوي هتبقى حتى لو مية معدنية يا دكتور لا المية معدنية لا بس المية اللي هي من الحنفية العادية الحنفية عادية لازم واحد يغليه قبل ما يشرب او يعني ما ينفعش تعمل منها اكل ولا لا يعملوا اكل هو بصي يعني تدغلي وتدغلي منها تدغلي وتتسبب دقيتين ثلاثة وبعدين يطبخوا فيها او لانه الفترة دي الموضوع كله كسوفها الكسوف هي موضوع المياه 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 بصي مواليد الحمال هنبدأ ببرج الحمال ايوه مواليد الحمال بده يتخلص من كل الامور اللي مرت عليه المشاكل المعلقة فيه او لما يدخل عليه الكسوف حيريحه بتاتا ماديا ومهنيا وعاطفيا يعني الدنيا قصدك هتهدى معي ده حدد لما يدخل الكسوف هلا كل برج حيعمل ايه في دخول الكسوف او هاي الفترة دي حيكون مرتاح كتير وجميع مواليد الحمل اللي سألوني قبل هالمرة امامهم صفر فيه عندهم خط صفر وفيه عندهم اكتفاء الروحانيات لانه هو الحمل روحاني فترة معينة شهرين ثلاثة خفت عنده الروحانيات بسبب المشاكل اللي كان بيمر فيها او ولازم ينتبه كتير من الابراج الهوائي يعني الفترة الكسوف ده هيجي بالبرج الهوائي هيعملو شوية مشاكل او شوية هموم وعنده انتقال عمل جديد او توقيع عقد جديد او عنده اه يمكن اشتري سيارة يمكن اشتري عربية او شيء لكن برج الحمل كلهم حاليا بالفترة دي صلهم فترة بيحبوا اشتروا بيت يعني اشتروا شقة فاحتمال الله يحقولون ياها لاخر السنة يا رب يا رب دكتور عنا مواليد السرطان مواليد السرطان احنا هندخل برج برج بالترتيب ولا انت هتكلمي يعني مش هنتكلم على دلوقتي الطور اه برج الطور اه ماشي الفترة دي عنده مشاكل كتير الطور وحتى نومه صار قليل وحتى بوضعه العمل بنتقل من مكان لمكان لكن هو اسبابه اني عنده شخص مريض في البيت او بالعائلة بس خلال الكسوف لما يدخل عليه بصير عنده توازن بس هناك عنده حسد عنده حسد جدا يعني الدور عنده حسد عنده حسد